سيد منصور معالى أهلا وسهلا بكافي الليدرز أنا سعيد جدا بأن أجري معك هذا اللقاء وأبدأ بالسؤال مرت سنة على الانتخابات التشريعية ورئاسية الأخيرة كيف تقيم هذه الفترة؟ هذا سؤال صعيب يعني باش نتجاوب عليه لكن في الحقيقة يجبنا نقول الحق كذلك كنا متفائلين كثير في المتفائلين وشاركنا في الانتخابات وأيدنا معناها رئيس الجمهورية الحالي خاطر كنا نعتقدوا أنه معناها مش يطبق الشيء اللي قالوا في الانتخابات معناها لكن وقع بعد الانتخابات شيء ما كناش نترقبوه يعني الهروب من الحكم في الدنيا والتحالف مع الشيء مع فريق ما كناش نترقب ويكون معه تحالف في الدنيا ولهذا هو غير طبيعي التحالف هذا غير طبيعي وما يتفقش مع الشيء اللي يتقال في المعركة الانتخاب إذن جرعا أن تونس معطلة في الوقت الحاضر معطلة ما عندهش الحكومة اللي هي تستحقها نظرا للمشاكل بتاعتها الخروج من أربع سنوات ركود الاقتصاد معناها وغياب الاستثمار وتعاظم البطالة وتفاقم العاجز الخارجي وهذا يلزم الشيء اللي سأوقعه هو كونه يمنع أي حكومة كانت التوافق هذا في حشتين مشبهين أولا نساء يلزم ما يقع أنجاز إلا بالتراضي بين الأطراف الكل وهذا صعيب هذا صعيب باش في كل مشكلة معناها المجموعتين يتفقوا على الأشياء وفي حالة اللي احنا يلزمنا اتفاقات وأعمال سريعة ما نقعدوش نستنعو حتى يعمل هذا مؤتمر ويعمل مؤتمر الأخر وكذا فلهذا هذا في تعطيل حاجة خطيرة آخرة كونه يلزم دائما موجود حكومة ومعارضة ومن معناها ما خليوش الكرتوش متاعنا الكل في النار هذه معناها يلزم ثم معارضة اللي هي بعد ما خطر الحكم الحكم هو بنفسه الإيوز معناها يعني يهري يهري الحكام ويهري الحكم يلزم ثم أطراف تقعد خارج الحكم باش بعد تجم تاخذ على الحكام اللي تعبوا طبيعي يتتعبوا الحكم يتعب معناها الحكام ويتهرى الحكم فعنها الغدوة ولا بعد ما يتهرىوا الاثنين شنو شكون ماشي يحكم في البلاد مثلا ماشي اعداد لهالشي هذه ولهذا المعارضة أولا لابد منها باش الحاكم ما يغلطش دي ما ثم شكون معناها يناقش الواحد متاعه وإذا كان يغطيوا على بعضهم الاثنين معاش نعرفوش قاعده واقع في الحكم في البنية ويتبقى الأحزاب الثانوية يتكلموا كذلك ما يسمحهم حد في البنية ولا ما عندهمش نفس الصدا ولهذا معناها أنا منيش متفقه قلتها من نهار لوله هو كونه معناها الحزب اللي فاز في الانتخابات ما يقدمش على الحكم فابني بصفة وبعزيمة لحيث يعطينا شنو اللي قالوا في الانتخابات يحقوا فابني هيدا هو كان نفه من كلامك يعني كان على رئيس الجمهورية أنه يعين شخصية من الحزب متاعه لكي تكون رئيسة الحكومة وكان عليها أن يتجنب الاتلاف مع النهضة لا لا لابد هذا طبيعة الأمور في البلدان متقدمة لكل معناها الحزب الفائز هو اللي يتقدم للحكم ولي قاد الحزب هذي هو اللي يتحمل المسؤولية بتاع الحكم هذا الشيء الطبيعي الشيء الغير الطبيعي اللي هو يفات في الحكومات يهرب من الحكم فابني الكل تقريبا يجمع اليوم اللي تونس تمر بفترة صعبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تراجع في نسبة النمو الاقتصادي انحصار في مجال الاستثمار تضخم حجم التدائن الخارجية مشكل قايمة على سعيد التوازنات المالية الى جانب العديد من المشاكل الاخرى كيفاش ترا شنية رؤيتك السيد مصور معلى لكي تخرج تونس من هذا الوضع الصعب اليوم شنية الاولويات في تقديرك نجمش نعتيك حل يعني نهاية في المواضيع هذية اللي هي الصعبة إنما معناها الأولويات الأولويات اللي الحكومة يجبها تاخذها بعين الاعتبار خذني هو معناها وجود ثقة في البلاد واطبانان ومعناها سلم اجتماعية مستتبة باش الناس تجيب تستثمر تجيبش تطلب للناس باش يستثمروا وباش يكونوا مواطن شغل وباش يصدروا للخارج وجيبولك اليدوفيز معناها المواد الخارجية إذا كان مثلا ماش هالاستتاب الأمر ببني ولهذا أول حاجة معناها لحبة ذا مثلا هالتحالف يوقع ما بين على أساس الحكومة هذية اللي وقع فيها نقول ما مش تحالفها خطر النداء ما مش موجود في الحكومة أو شبه ما مش موجود في الحكومة ببني الحكومة مكونة من الناس اللي هم ما عندهمش مسؤوليات حزبية ومش كوني حاسبهم وكذا ما معناها ولهذا من الحكومة هي ضعيفة بطبيعتها فبني الحكومة القوية يلزم وراها أحساب اللي هي معناها تدفعها لإلى الأمام حزب نداء تونس في حالة تعبة وما عاش عندهش كوني دز في بني والنهضة كذلك معناها محتشبة دخول متاحها في الحكومة وحيدوا الاثنين ما عندهش وزن ولا ما وش واضح ما وش واضح هذا فبني ويتجب تقول لك أنا معاكم وانيش معاكم وكذا معناها تجب تتولص من المسؤولية يعني تخرج من المسؤولية ولهذا ضعف الحكومة وتركيبها معناها ما يسهلش انطلاق الاقتصاد ودفع التنمية فبني ولهذا يلزم الحكومة قوية لمواجهة وضع الحالي معناها مش سهلة إذا كما ثماش هذا أو تشوفوا تشوفوا الناس الكل تتساءلوا اختاش وكيفاش وعلاش ونين وإلى آخرة التساؤلات هذه يزم يتقع عليها قوة الحكومة واستعدادها للعمل لكن ما هو الحل يعني هل الحل هو كما دعاليه البعض يعني داخل الحزب الجديد بتاع الرئيس السابق سلمصف المرزوقي اللي دعالي الانتخابات مبكرة شنو ورايك إذا استمر الوضع من غير ما يتحسن نكونوا مجبورين يعني باش نخموا في بديل للوضع هذا إن شاء الله ما نوصلوش لهذا الشيء يلزم الحكومة هذه هو بتكلموا على تكوين الحكومة إذا ما تكون حكومة منسجمة وحكومة قوية وحكومة مسؤولة كنا كامل الاحترام لرئيس الحكومة الحالي معنا ما عندوش ثقل في الميدان السياسي ما يجي مش يواجه المشاكل الكل إذا كان ما عندوش تأييد ما عندوش كوني أيت فيه النهضة اللي عندها واحد برق في الحكومة النداء اللي هو تعب في الوقت الحاضر أنا في بغة نقول مسكين وفي مدني لهذا معناها أما هو رئيس حكومة لكن يتبنى وهالأحزاب ويعطيه هالدعم اللازم باش هو يقدر ياخذ أنتوا تتكلمه مثلا على الإصلاحات الكبرى تتكلم رئيس الجمهورية على الإصلاحات الكبرى اللي هي تهم الدولة وتهم معنا الإصلاح للنظام الحكومة ونظام البلاد والبلديات وغيرها اللي حكينا عليهم كذلك الإصلاح التعليم ما هوش حاجة سهلة إصلاح التعليم والنظام التربوي يعني الأولاد قاعدين نحشولهم في مخهم مواد وكذا أما قاعدين شنكونوا فيهم رجال ومواطنين يعني ويخموا في البلاد هذية وخدموا في مستقبلها وكذا أنا ندهش ونجوف يعني إيش قاعدين يقراهم لأولاد وكذا وكذا يصلح لهم وكذا كنا كرفيات يعملوا فيها كنا كرفي ولهذا أصلاحات الكبرى أصلاح النظام المالي البنوك تول كونا مثلا ثمانية بنوك تنمية أربعة عملناها مع دول العربية واثنين كانوا موجودين مع المؤسسات الدولية الأبدات وغير فإنهم البنوك الكل لا أوجود الأعمال المتاح التنمية غايبة في الجهاز المال باعتراف من البنك الدولي فإن البنك الدولي يقول الدبلوبمان يتابسون دان السيستام الفينانسي هو موطن العمل التنموي الجهاز المصرفي يزم تحويل كبير يسر في هذا مثلا أنت عندك تجي تقول ثم وداع في رأس المال البنوك متاعنا معناها رأس المال تجمع رأس المال البنوك بكل ما يتعدش دو مليار دونار رأس المال عندهم مدخرات لكن ما هوش المال متاع رؤوس الأموال هذا ما تكون داخل المؤسس كما رأس المال اللي يجيبوها الناس اللي يملكوا البنك هذا دو مليار دونار ثلاثة في المية وكذا من الوديع متاح مقتلعتهم حويجة إنما ما عندهم مش تأثير هما والماتير برمير عندك حاجة كبيرة البنك هو معناها مؤسسة من نوع خاص هي مؤسسة بكل تملك المادة الأولية متاحها الماتير برمير متاح إلا البنك هو ما عنده الماتير برمير ما يشمل الوديع ما يشمل لكن يتصرف فيها كأنها يملكوا هذا هو الشيء ولهذا ما يتجمش تطلب من هالناس اللي هما معناها يستعملوا في مادة أولية ما يشمل متاحهم تطلب أنهم يتعاملوا معها كأنها يمتاحهم كأنها يمتاحهم ثم معناها تغيير هام جوهري ليدخالوا على الجهاز المصرفي هذه من معناها هال إصلاحات الكل يلزب نسرعوا فيها تكلم عليها الرئيس الجمهورية وقال الإصلاحات الجوهرية ودولورة ومتعبة وصعيبة وكذا لكن مراوش ثم أقدام على الإصلاحات هذه كأننا نسيناها